قصة مثيرة لقياديا بالحرس الثوري مصيره مجهول عائلته تحدثت أنه يقبع في سجون إسرائيلية ليظهر تقرير مفاجئ ويضحض كل ما سبق هذا الرجل من مؤسسي حزب الله ضمن الفرقة الإيرانية التي نشطت في لبنان أوائل ثمانينيات القرن الماضي سنوات من الترجحات والتكهنات في الأعلام الإيراني والغربي وبقي مصيره غامضا إلى أن ذكر موقع إيران إنترناشنل مؤخرا أنه يعيش بهوية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث هنا مشاهدين عن العميد علي رضا عسكري أو حتى رضا عسكري القائد في الحرس الثوري الإيراني هو مسؤول كتبت صحيفة سندي تايمز أنه كان أحد أفراد قوات الكوماندوز التابعة للحرس الثوري في لبنان حيث حكي الكثير عن مساهمته في تأسيس حزب الله وعند ذلك الفترة الزمنية ذكرت تقارير صحفية أن عسكري نجح في إنهاء الحرب بين حزب الله وحركة أمل التي خطفت حينها الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد صاحب المصير المجهول حتى يومنا هذا هنا تشير صحيفة جيروزالين بوست الإسرائيلية إلى أن عسكري كلف بنقل أراد إلى إيران مقاع إيراني أعلن عام 2020 عن تنفيذ عقوبة الإعدام بشخص يتعرض عسكري نقل إلى الأمريكيين مع أن نقل عفا إلى الأمريكيين معلومات كانت بحوزته عن البرنامج الصاروخي زوجة عسكري رفضت تلك الرواية وتهمت إسرائيل باختطاف زوجها من تركيا مضيفة أنه مسجون حاليا في سجن داخل إسرائيل وأن حزب الله لبناني متأكد من تلك المعلومات تكثر الروايات وتتضارب حول مصير عسكري إلى أن زاد موقع إيران إنترناشنل على غموضها غموضا فهو وفق الموقع من كشف للأمريكيين عن شخصية محسن فخر زادة باعتباره الشخصية المركزية لبرنامج طهران النووي العسكري معلومة تلتقي إلى حد بعيدا مع تلميح صحيفة نيويورك تايمز عام 2014 إلى أنه زود الأمريكيين بمكان إقامة عماد مغنية القائد العسكري الأعلى لحزب الله والذي قضى في انفجار سيارة مفخخة في دمشق عام 2008 فهل انتقل عسكري من صفوف الحرس الثوري إلى صفوف الجواسيس؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر